وفي السياق ذاته شنت القوات الحكومية هجوما واسعا ضد ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف وفاد مراسلنا هناك نقلا عن مصادر عسكرية أن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية من محاورة عدة مكنها من تحقيق تقدم في مناطق قشعان والابرش وتكبيد الميليشيات خسائر فيما تراجع باقي عناصرها من مواقع عدة كما تصدت القوات الحكومية لهجوم من حوثي على مواقعها في جبهة النضود شرق بير المزاريق في مديرية خب الشعف في المحافظة